اهلا بكم في فيديو جديد من المبسوعة العربية الشاملة اليوم رح نتكلم عن كيف تنحف في رمضان تابعوا معنا اهم النصائح المتبعة خلال شهر رمضان لانقاص الوزن تناول الاطعمة الخفيفة ذات القيمة الغذائية العالية هي الحل الامثل فعليك تناول ثلاث تمرات في المداية ثم قم باداء الصلاة ثم قم بتقسيم الوجبات نصفها بعد صلاة المغرب والنصف الآخر بعد أداء التراويح كاملة الابتعاد تماما عن الطعام الذي يحتوي على كمية كبيرة من التوابل والبهارات التي تعمل على حبز الماء داخل الجسم وتوقف عن احتساء أنواع الشرب الدسمة مثل الكريمة فيمكننا تبديلها بشرب الخضار الاكثار من تناول أطباق الصلطة وعند الوصول إلى الطبق الرئيسي يمكنك التقليل فيه فإحساس الشبع ليس بالكميات الوفيرة فعليك الاكتفاء مثلا بقطعة من اللحم المشوي أو المسلوق مع ربع كوب من الأرز أو المعكارونة عليك تناول مأكلات البحرية لأن بها نسبة ضئيلة من السحرات الحصول على كميات وفيرة من المياه ما لا يقل عن لترين من المياه يوميا ولكن عليك تناولها بعد الوجبة بساعة على الأقل الابتعاد عن تناول حلويات المنتشرة خلال الشهر الاستغناء عن الكثير من المأكلات المقلية في الزيت لأنها متشبعة بكثير من الدهون في السحور يمكننا تناول العيش المصنوع من الدقيق الأسمر وتناول ملاعق بسيطة من الفول بدون زيت ومنتجات الألبان الخالية من الدسة والاعتماد على شرائح من الخيار وتناطم مضغط طعام جيدا ليحصل الجسم على الاستفادة الكاملة منه والبعد عن النوم مباشرة بعد تناول الفطار أو السحور وأخيرا الرياضة هي الحل الأمثل لتساعدك على حرق الكثير من الدهون دمتم بخير انتظروا منا المزيد على موسوعة.com وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدرون تتابعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر